هذا هو التتقاسم والجزائر وكوبا علاقات تاريخية راسخة ونظالا مشتركا ضد الاستعمار والامبريالية الغربية ودعما لحركات التحرر في العالم وتطمح الجزائر وهفانا لاستغلال رصيدهما المشترك في تشييد مرحلة جديدة من التعامل ستون عاما هو عمر علاقات جزائرية كوبية ميزها التزام بنصرة القضايا العادلة وجودة وثبات في الروابط السياسية ببعدها الإنساني قبل وبعد استقلال الجزائر تتقاسم الجزائر وهفانا نضالا تاريخيا ضد الاستعمار والهيمنة الغربية ما أهل الدولتان لتبني مواقف مساندة لحركات التحرر في العالم وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية العلاقات الراسخة بين الجزائر وكوبا تشكلت عام 59 بإعلان الزعيم الراحل في دالكاسترو دعم الثورة الجزائرية ثم اعترافه بالحكومة الجزائرية المؤقتة عام 61 لتتوتد الروابط بين الدولتين بعد زيارة الرئيس الجزائري أحمد بن بلا إلى هفانا بعيد الاستقلال وتحتفظ ذاكرة الجزائريين بالموقف التاريخي لكاسترو والذي أعلن مقاطعة الكيان الصهيوني خلال المؤتمر الرابع لحركة عدم الحياز المنعقد في الجزائر عام 73 موقف أسس لبداية تنسيق المواقف الدبلوماسية الثنائية في مختلف المحافل ولمكانة مكة الثوار لدى قائد الثورة الكوبية فقد سارعت هفانا بإفادة بعثة طبية مكونة من 54 مهنيا إلى الأراضي الجزائرية عام 63 ردا على الرحيل الجماعي للأطقم الطبية الفرنسية لتتعزز الشراكة الصحية بفتح عدد من المستشفيات الكوبية في الجزائر في سياق تحولات المتسارعة التي يعيشها العالم تطمح الجزائر وهافانا لبداية عهد جديد من التعاون الثنائي الوثيق في كافة المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي بما يملكانه من مقدرات وطاقات مهمة ترجمة نانسي قنقر